تأمل معي هذه الحشرة العجيبة جدا تعيشوا على شعرة الإنسان لها هذه المخالب انظر كيف تتعلق بشعرة الإنسان زودها الله بمخالب مناسبة لشعرة الإنسان حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين اليوم سنتأمل هذه الحشرة التي يصعب رؤيتها بالعين المجردة كيف تتكاثر لماذا هذه القوة لماذا هذه المخالب لماذا تضع بيوضها بمادة لاصقة بحيث يصعب إزالتها من شعر الرأس سبحان الله انظر أخي الحبيب هذا هو الشعر والشعر هنا دقيقة جدا عندما نقوم بتكبيرها انظر هذه هي قملة الرأس سبحان الله مخلوق بسيط جدا نظنه مخلوق تافي ولكن حقيقة هذا المخلوق قوي جدا يتغلب على كل أنواع الأدوية يتغلب على الظروف المناخ والطقس يتغلب على الظروف الصعبة هذه القملة تعيش تتكاثر تضع البيوض وتفقس حتى في أصعب الظروف سبحان الله ما سر هذه الحشرة عندما كبر العلماء هذه الحشرة انظر أخي الحبيب وهذه طبعا شعرة من شعرات الرأس شعرات رأس الإنسان انظر هنا عندما تقوم بتمشيط هذا الشعر ولكن بمشت خاص أسنانه متقاربة جدا فإن هذه القملة تعلق هنا انظر معي تعلق هنا على بين أسنان هذا المشت وبالتالي هذه طريقة مناسبة وبخاصة للأطفال لتخليصهم من هذه الحشرة بسهولة أن يتم التمشيط بشكل متكرر طبعا هنا أيها الأحبة يعجب العلماء من هذه الحشرة كيف تستطيع أن تتمسك بشعر واحدة مع العلم أن قطر الشعر دقيق جدا الشعر دقيق جدا هذه الحشرة مصممة لتعيش على رأس الإنسان سبحان الله انظر معي هذه الأجهزة العجيبة هنا لديها كل الأجهزة الموجودة في الكائن الحي في هذا الحيز الدقيق الذي هو جزء من المليمتر لا نراه بالعين يصعب رؤيته بالعين على الرغم من ذلك هي تمتلك الأرجل تمتلك جهاز عصبي تمتلك قدرة على المناورة على التكاثر على أن تتغذى وتطرح الفضلات لديها كل قدرات الكائن البشري سبحان الله انظر معي هذا الكائن الذي ولديها أيضا قرون استشعار تستشعر الخطر وتتحرك وتتنقل وتناور سبحان الله مع أنها بطيئة جدا انظر لتصميم هذا المخلب هذا المخلب انظر أخي الحبيب هنا تتمسك بمخالبها في شعرة الإنسان هذه هي الشعرة وهذا هو المخلب مناسب جدا لحجم أو لقطر شعرة الرأس سبحان الله يعني الله يريد أن يرينا عجائب خلقه انظر هذا المخلوق الذي لا يرى عندما نكبره مئات المرات انظر كيف يظهر تحت المجهر يعني دقة في الصناعة انظر إلى هذه المخالب كيف تمسك بهذه الشعرة الدقيقة يعني تصميم عجيب جدا سبحان الله لماذا خلق الله مثل هذه الأشياء في الطبيعة ليقول لك أيها الإنسان انظر ان هذا الكون لم يأتي عبثا لم يتطور عبثا لم يخلق بشكل عشوائي بل هناك منظم عليم حكيم خلق هذه الكائنات ورزقها وجعلها جزء 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 مهما من النظام من التوازن البيئي النظام المتعلق بالتوازن البيئي انظر هنا كيف تنتقل بسرعة على هذه الشعر على شعر رأس طبعا هنا تستطيع أن تنتقل من شعر طفل لشعر آخر عندما يعني يقتربان جدا من بعضهما يعني لديها قدرة على الانتقال ولكن لا تستطيع أن تعيش منفردة تموت بعد عدة ساعات أو عدة أيام تحتاج إلى شعر لتتغذى عليه صممت للعيش على شعر الإنسان سبحان الله معلم أن هناك أنواع كثيرة منها لمخلوقات متعددة تعيش أيضا على شعر الحيوانات والكائنات الحية الأخرى سبحان الله بطريقة عجيبة جدا انظر معي أخي الحبيب إلى هذه الأرجل والكماشات التي لديها وكيف تنتقل من شعر إلى شعر بسرعة وبمرونة وتستطيع أن تناور انظر هنا انظر كيف تتمسك بهذه هذه شعرة هنا وهذه هي قملة الرأس سبحان الله أو قمل الشعر الرأس الخاص بالإنسان هنا القرود أو الغريلة هذه سبحان الله لديها نوع آخر من القمل هذا هو شكله مختلف يناسب شعر الغريلة لأن شعر الغريلة سميك يعني سبحان الله انظر إلى تصميم إبداعي في الكون الطيور هذه لها شكل أيضا مختلف هذا هو طويلة تختبئ بين ريش الطائر انظر كم هي طويلة هذه هي قمل قملة خاصة ب ريش الطائر سبحان الله وهناك أنواع على الطيور أيضا وهناك يعني أنواع كثيرة جدا منها في الطبيعة سبحان الله طيب من الذي أعطاه هذا التصميم من الذي خلقها جميعا لابد أن هناك خالق منظم عليم حكيم دقيق جدا في صناعته سبحانه وتعالى وليس عشوائي بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى هنا هذه القملة تضع بيضة على طبعا هي تضع العديد من البيض كل يوم ولكن لو تركت البيضة هكذا ستموت تضع لها مادة لاصقة هنا انظر أخي الحبيب هذه البيضة وهذه مادة لاصقة مثل الغراء تمسك بالشعر وتعلق بها ويصعب إزالتها لتضمن لأبنائها أو لذريتها أن يعيش ويتكاثر وهذا هو السر قدرة هذا المخلوق على التكاثر سبحان الله انظر معي سبحان المبدع كم كم هذه الحشرة لديها تقنيات لديها أسرار للعيش على شعر الرأس ولديها قدرة على الاختباء قدرة على التخفي قدرة على التكاثر قدرة على التغذي انظر إلى هذه المخالب هنا أخي الحبيب لا بد أنا أن أتساءل معك الآن لماذا خلق هذه المخلوقات سبحانه وتعالى هذه المخلوقات خلقت قبل مئات الملايين من السنين قبل مئات ملايين موجودة في أرضنا وتتكاثر وتعيش الهدف أن الله عز وجل خلق هذه الأرض كمنظومة متكاملة منظومة متكاملة لا تستطيع أن تخفي حتى البعوض إذا اختفى سيسبب مشاكل في التوازن الأرانب إذا اختفت من الطبيعة ستسبب مشاكل في التوازن القطط إذا اختفت وتحدثنا عن ذلك ستحدث مشكلة في التوازن البيئي فكل مخلوق له مهمة وعمل سواء علمنا أم لم نعلم ولكن الهدف الأول أن الله يريد أن يريك قدرته ودقته في صناعة الكائنات يريد أن يريك أن هذا الكون لم يأتي عبثا لأن الطبيعة لا يمكن أن تصمم حشرة بمخالب بأبعاد محددة تناسب شعر الإنسان بالذات لا يمكن الشيء الثاني عندما نتأمل قول الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء عندما نتأمل قول الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه الإنسان عاجز أن يخلق هذه الحشرة الصغيرة وهناك آية في القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فما فوقها في الصغر أي فما أصغر منها هذه أصغر من البعوضة وهذا مثال يمكن أن يضربه الله سبحانه وتعالى ويتحدى به البشر أن يخلق قملة رأس حشرة صغيرة جدا لا يستطيعون إذن هنا يظهر ضعفنا وعجزنا نحن البشر أمام خلق الله سبحانه وتعالى الذي قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر